اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا منه حي ولا منه ميت ربنا يلطف بي طب وقال قالوا دول لحالتهم حالة معهمش المصاريف اللي اتغطي حتى اقامتوا في المستشفى مش عارفين هايعلنك لغاية امتو بلغوا من الشركة متكفلة بكل المصاريف ربنا يا كايزيكي خير والله عالب تعمل دي ده انا سمعت ان البوليس كان عنده هم الزبط كان عايز يتكلم معايا كان عايز يعرف الحادثة طبيعية ولا فيها شبه جنائية يعني ايه شبه جنائية شبه جنائية يعني صاحب العربية كان قصد يقتله ولا لا خصوصا انهم لقوا العربية من غير نمر وهيقتله ليه اما هو ماهر الوحيد اللي قدر يجاوب عالسؤال ده ده لوفاء طبعا صار عملت ايه يا ماهرة عشان يقتلوك او ايه الاصرر اللي عنده اللي كانت لازم تموت معاه دي المبالغ المطلوبة منك لغاية اخر الشهر ودي المبالغ اللي انا دفعتها شوف امتى تبعتلي محاسب بتاعك وانت دمك تقيل شوية انا عاردة انا بغزرش في الشور او احنا مفيش بيننا غير شور ايو بعد امامتك رفضي المهم رأي انا بس انت بكي لازم تغضي رأيها ايو بس ما قلت لكش ان رأيها هو اللي هي مش يعني ايه يعني كان يهمني اخد موافقتها بس في النهاية يعني لو رفضت انا حاول اقناع طب انتي ما عرفتيش رفضي من اللي لسه عايزة اتجوزني رأيسا ولا انتي بقى لسه بفكاري في عيسا اهو احنا رجعنا تاني الكلام غلس ده خلاص خلينا في الكلام الحالي هتاكناعي ازاي يعني يعني هسابعت ايه ده شوية وهرجع افتح مع الموضوع تاني ايه احد ما تتأكد اني مش هينفعرك على عيسا يا خوفي لأكون انتي محتاجة وقت لغات متأكدة من ده نعيم نعيم بيحبك بس نعيم احبش حد يتحك عليم علاء خير ايه امل مقلتكش ان انا عايزاتك لا مقلتكش ان انا عايزاتك لا مقلتك انا كنت مجهول في ايه ما تعاضي مباحث الدرايب بعتلي بيتهموني بيتهرب عن اخر ثلاث سنين وعزين عشرة مليون جنيه عشرة مليون جنيه يا ساتر يا رب انا مش عارفة مين يبلغ عني بادل حلال كتير الغريبة ان المحسب الضريبي مبيردش علي ما اقوى تلاحيز علم منك عشان اتضوف على انتك لتعلق اخر مرة انت اللي نصحتني ما تدلوش فلوس غلما يخلص شغلك بتفتكر هو اللي بلغ عننا بس لكل قصرنا معا طيب والعم انا المحامي قال لي ان انا ممكن اتسجن او ادفع غرامة كبيرة بتقلعيش نسيبه على الله وعلي بتفتكر هتلحق تعمل حاجة انت شاكلك نسيتي انها كانت كل ما تتعقد فيش غير يحلها بتقلعيش بتقلعيش انتقلعيش نحنها وعليش نحنها انتقلعيش اشتركوا في القناة 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 لو عايزة تهربي بقد كنت سبتين في القاهرة وتعالي هنا لوحدك تتجوزين؟ أنا تجوزك؟ مش مصدقة؟ ما كنتش متوقعني ده يحصل ودينا تجاوزنا؟ بعد مدتك المهرة اللي انت طالبتيه ورأيك كله بقى في إيديك خلاص أهم حاجة دلوقتي محدش يعرف تخيفة من مين؟ أنا مش خايفة من حب أنا بس مكسوفة من داليا او بس إحنا ما عمناش حاجة غلط إحنا تجوزنا في عادو مهزوم او بس ما تنساش ان انت كنت جوزة او هي جوزت واحد تاني خلاص أنا بقى من حق أجوز واحدة تانية علي أنا أختها بكرة تتعود خلاص يبقى سيدني أنا أقول لها في الوقت المناسب مش ما اني كانت صعرف الناس يكون عنك مراتي هيحصل هقوم أعمل لك حاجات شرب لا 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 أنا اللي هعمل لك أهلا كوباية أصير نبارك لو أتصير كمان انت عروسة في إيه هل رد؟ لا مش هرد ده تريفون بالوش الأزمة مش هتأخر عليك طبعا جاي أنا هربونة مني محدش تعبني قدك مش بقي يدي انت عرفت مني ان أنا هدا كنت بكلم المتر سالم وعرفت منه ان عندك مشكلة في قتل السخن فعل ومش عارفة حلال حد دلوقتي هنحلها سوا باشي نبتدي من بكرة تبو الموضوع اللي كلمتك عني آآ تعايز تفهمني يعني ان الجاي مخصوص عشان تأرض علي الجواز؟ طبعا أوكي تبو صارب؟ مش هسب هتأخدني منك أكتر منك افكت خلاص خالي يا فكر تفكري آآ تلي متخيل يعني أول ما تأرض علي الجواز ان انا حزغرت مثلا لا بس كنت فاهم انك فكرت خلاص اه بس محتاجة أفكر أكتر انت لسه مش هادرت أحكم يا علي مستنى لها ما المحكمة هتبرعني من قتل أخوك ده واضح ان حبيبت القلب اللي انفاهمك الكلام ده عشان عوزك تقوم معه ده طبعا بعيد عن القضية والمحكم مع ان اخويا ده كان جسل عموما انت لو مستعجل قوي يعني تقدر تروح لها هنقسم اتفضل يا دكتور برسيال يا حلا تعبتك معي تعبك راحة يا دكتور عايزك بقى مين دي اه دي حلا السكرتيري الجديدة ماريوم مراتيا حلا او انت قبت السكرتيري من ورانا مهم هنت ازاي تعمل Кده لاب انتي جيت انت كمان او انت عشان كده مرضيتش تقد معحد فينا مين دي يا دكتور دي داليا امراتي التانية اه هوا حضرتك متجوزتين او او امن غايتفو على حاجه من ساعة ما تجوزتو اااااااااااااااا ماعلش لبق يا حبيبتي قتل عشان افضلل toxش ت지가 فيدي ون قف Rich استنى برا يا دكتور لابطك تنتوجب من الايه عشان ماما عطب زمانة قلقانة عليك يلا يلا يا حبيبتي روخي شوفيلك شغلانة تانية عنده دكتور تانية مش متجاوز اتنين يلا يا ماما يلا يلا انا عرفت انك سيبتي البيت ومقلتش لحد انت راحة فين كان نفسي اكون اول وحري وصلك انت جاي بقى تدور علي؟ لا انا جاي تطمن عليك بس ما كنتش عرف انه عارف يوصلك قبل عيسى كان جاي لي في شوف في حاجات كتير انا ما كنتش عارفة خلصها هو حلها لي وخلصها هو ده بقى اللي انت بتحاولي تقنيع نفسك به عيسى طمعان فيك يا رانيا نفسه يتجوز صاحبة الشركة اللي هو بيشتغل فيها عيسى لو كان طمعان في الفلوس كان يتجوز سارة اللي بتجري وراه بعد ما ياسر مات وهي شركتي في الشركة يا ستي ما تخليها تتجوزوا هم اللي اتنين نفس العينة وشبه بعض خليها يا ستي تشاركوا في الفلوس اللي خدتها من ياسر الله رحمه ما هي برضو كانت متجوزة على طمع لكن ان انت بقى تتجوزين وتكتشفي في الاخر ان هو اللي قاتل اخوكي صدقيني هتحس ان خسرتي كل حاجة زي اللي انا فيه دلوقتي كده بالظبط انت لسه عندك حاجة كتير قوي شانتاش وانا ما عنديش في الدون يا اغلى مني للأسف يا فندم ماهر كل مادة حالته بتسوق اكتر ربنا يا وسطر هو الوحيد الحيودة اللي قولينا مين نحاول يهتله ايه تعرف هنا بقى انه ما يموت قبل ما يفوق يتكلم عن اذنك اتفضل انا مساء الخير مساء النور انا الزبط اللي بيحق فاضي اتناير اهلا تعرفين كنا بنشتغل مع بعض في شركة الشواربي مبعطين فيش انا سبت الشاركة وهو لسه مشتغل هناك غريبا انك لسه فكرت لحد دلوقتي مع انه كان مجرد ساعي في الشاركة الحقيقة انا بقى لي فترة واعرفش عنه اي حاجة من ساعة ما سبت الشاركة بس اول ما سمعت انه عمل حادثة كبيرة كده ودخل فغيبه وبعقول تواجي باجي اتطمن عليه انتسبك ايه اعمال عبدالنو أسود تفتخي مين اعمال حوالي تابه ياريت نعرف بس نهر غلبان قوي لحد ما مشيت من الشركة ما كانش ليه اي قعداء بعد اذنك استني ساني واحدة اعم ده الكارت بتاعي لو افتمرت اي حاجة في اي وقت ياريتك اللي اكيد بعد اذنك اتفضلي ضد اندي تعبنه ايه ايه مش عارف اضعف قدامه ومش عارف استقوى غير بي لا يا حبيبتي انتي هتستقوي باللي في بطن لما يشرف انت رايحة فيه هعمل حاجة نتعشى بقلنا كتير متعشناش مع بعض ماشي انا هقوم اصعدك لا طلع انتي غياري هدومي وعمل حسابك هتبتي معي النهاردة ايه بس انا بس ايه احنا لسه مخلصناش كلامي يل يل ايه ايوه علي اقولك ايه انداليا شفيتني وانا خريق من عندك طيب سليم طيب سليم طيب سليم ايوه دي بجمد عليك اتجوزني من حوالي اسبوع اكتشفت مع الوقت انه هو الوحيد اللي هينفعني ايوه اما ما قلت ليش لي ما قلناش لي اي حد وانا حد يا معا جايز اتكسفت منك ليه يا بنتي تتكسفي مرتجوزت غيره خلاص ايوه بس انتي اتطلقت منه زمان عشان حسيت انه عايزني انا انا اتطلقت منه عشان هو فكر في حد تاني سواء انتي او غيرك مش فرق مجد يا داليا يعني انتي مش زعلانة ما قدرش ازعل منك اي حالك بس انا زعلان عليك تستهلي حد احسن من كده بكتير بسي انا الفترة الاخيرة كنت متلغبطة وتعبينة وحتى عيسى لم اعرفتش او صلي ابو علاق علاق اكتر واحد فهمه وهيستحمل عيوبي المهم انتي تستحمل عيوبي عيوبي لا تقلعش يا شريفا ما تقلعش وان شاء الله خير ان شاء الله خير التمن ما اعتلتوش يا سعى ما اعتلتوش عارفه والله عارفه بس ان شاء الله خير ان شاء الله محكمة حكمة المحكمة حضورياً على المتهم شريف محمد العايش بالأشغال الشقة المؤبدة ما داردوش ما داردوش ما داردوش ما داردوش موسيقى موسيقى لسه في طعب وانا مش هسكر وهفضل ولا غير اتتجاوزوا عشان صارة متلاقيش غيرتتتجاوزوا انت ايه مفيش دماغي غير صارة انت اللي ما بقيتش تفكر غير فيها وا نسيت كل اللي انا عملته عشانك ما تحاوليش بس تفاهمين انك بتحبيني بجد انت بس لقتي عندي لحارمت منه هو آه ودي بقى حجة عشان تسيبني بيها وتروح للهلم اللي مستحيل هتسيب عيسى عشانك وكتواخدات كبري بقس عشان يغير عليها اخراك انت بركيش حق عشان انت حاسبيني انفضلت لعي بره مش عايزوش يفرشك تاني تظهرني الزيت اللي بنده واللي محطش عارفه غيرنا ما تحاوليش تحدديني انا وانتي في نفس الطينة ولو واحد فينا وقع هياخد تاني في رجلين فكرك هخفني السجن وقت اتفرج عليك واحدة تانية بتاخدك مني انا حالفة من زمان لو ما خدتنيش من ايدي عالماظون انا هاخدك من ايدك عالسجن برا اتلمر برا شريفة سجن يعني عيسى خلاص برا انا هي الحمدلله ايه فرحانة بجد اوالي يعني هزعل اوالي انا شايفكي الان خايف راني تتجوزه بعد ما عرفت وتأكدت ان هو ما قتلش اخوة وطبعا ساعتها مش هتقداري تفرحي ببراعته اللي فضلتي مستنيها لما جوزك ميت هو كمام كان مستني ياخد براعة عشان يرجع لي ارجع لك ايوة ما كانش عمره هيفرح برجوعه ليه وهو لسه خايف من السجن دي الاوهام اللي انت بتوهمي بيها نفسك دي الحياة الوحيدة اللي انا متأكدة منها طب ورا حتى لو جت وقيت له عايزك مش هيسيبني علشان كون belonging باب روك الله يبرك فيك اه انتا كنته قلت لي في الصخنة اه اه طريقا انا عاوس يتجوزني مش كده اه لسا مستني الرد ده أنا مش مستني غيره طيب آآ يعني ممكن تجيب بابا وطيجي أبدا هجي يمتد دلوقتي لو ينفع لا إيه ده يعني ممكن الخامسة لجي ياكم قلت لماما عشان تستنيكم ماشي ماشي رانيا مم انت كنت محتاجة فعلا تتأكدين أنا بريئة مم كنت محتاجة أن ماما هي اللي تتأكد عشان توافق على جوازنا لا يمكنك آآ طيب انت ما عارف هتثبتلي ازاي لم كتير الفترة دي؟ حتى وهي صحية سكتة خالص لا بتأكل ولا بتزاكر ده أنا ساعات بدعي ربنا ان هي اتعايت عشان احس انها فائقة مرضو المشكلة ان الصدمة كانت اكبر كتير من سنها مم انا حاولت اخبي عليها بس هي عرفت من المدرسة انا مش عايزك تؤدي المدرسة خالص الفترة دي ايا فعلا ما بقتش تروح وانعرف دكتور نفساني متخصص في الأطفال ممكن اتكلم معاه لو او يقدر يعمل حاجة عاملة طيب هيقدر يجيب معا نتيجة؟ ان شاء الله ان شاء الله بس يطلب معاك انتي الاول عشان اكيد هيباليك ضد كبير جدا فعلا انا مستعدة اتفرغ تماما ليها واخد اجازة من الشغل وابقى جنبها غريبا من المامتها اللي ارحمة انا كانت عايشة مكنتش عاملة انت بتأملي ده مامتها موصاني عليها وفاكرا ان باباها يفضل موجود دلوقتي مفيش حد غير يجنبها شكرا شكرا ايه شكرا ايه شكرا عشان تنسى انسى ايه تنسى اللطعة اللي احنا ملطعين هدي من ساعة مدينة ده كأنهم كأنهم ركنونة على جامع ايه يا عمك هو ده يا راني طالعك تستعجل مومتها وزمانهم نزلين تستعجل مومتها؟ يا ابني هيامين فيهم العروسة بالظلم ايه ده بابا وزمانهم نزلين ايه ده ايه ده ايه ده وانا ما بحبش احط نفسي في الجوازة عشان ما حدش يزلين السولد ده بابا ايه ده عشان بابا ايه ده اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضلي انجل اه دي عايزة طبعا حضرتك عارفة احنا جايين هنا ليه اه؟ لا والله مش عارفة هرانيا ضغطت علي عشان اقابلكم اتكلم انت بقى محطتك يا هانم انا شرفني اطلب ايدي الهنس هرانيا انت حضرتك بتعرف انا بحسدك على بجحتك وجرقتك واحد غيرك مكنش يقدر يهوب نحيط الفيلة دي صحيح المحكمة برقتك بس انا مبرقتكش من دم ابني انا مش ممكن حط ايدي في ايد مجرم زيك قتل ابني وعايز ياخد بنتي بالنمعاها يا بجح ابني مش مجرم ومش ااكل ومش طمعا فيكم ولو كنت اعرف ان ده رأيك من الاول احنا مكنس جينا من اصف بابا من فضلك ايدي شو من فضل ايه بسه وبابا ايه انت ايه لو انت قادر تستحمل كلام العينة دي انا بقى مش اادر انا خلاص وصلت الاخر خط مالش يوم كتنهاش انا اسفل بنتي وانا اسفل اسفل ايه بسه ابنتي مو انت بالكي الزامن انت لو كنت تعرف ان ده رأيها ما كنتش جبتين اينا يلا يابني يلا نزوق اعجال اصفل يلا يابني انت حق الرشينا بيوت ايه ايه يلا يض Baghdadو ا타یو السنوار اؤلاء فضل اهنان ماننا بثاز دي ادgirl قلت اللي علايا الباقي عليك انت ما تخفيش عيسى اليومين الجايين مش هيبقى وراق اي شغلانة لانه نتجلي وراي عشان نوافق الكاميرز طيب طيب ايه الحكرة بتكلمي نوال وعليتلي انها رفضت عيسى انت ورباتين مع بعض بقى نوال اصلا مش مجنون عشان تجوز بنتها العيسى ورانيا بتحب عيسى وحتتجوزوا حتى لو امها رفضة ورانيا وعيسى كبار كفاية وش محتاجين فروس نوال عشان يروحوا يتجوزوا بيها وانتي مالك كده زي ما تكوني فرحانة ان هما ممكن يتجوزوا فعلا لاكس انا طول عمري كان نفسي تتجوز يا عيسى حتى بعد كل اللى حصل بس الاسف انتي حسبتها غلط افتكرت انك ممكن توصلي العيسى عن طريق نوال مش عن طريق وهو موسيقى زواج مبارك ان شاء الله الف الف مبروك يا اخوانة الواحد والله كان نفسه يعرف في زهرة كان يسنت في مناسبة زي ادي موسيقى ان شاء الله يومين كده وتعدى على ايه تاخده القاسيمة ان شاء الله معالفي سلامة افتكرتك يا عيسى والله يفحت لك من قلبي عبيبا ان شاء الله ان شاء الله ايه اه طبعا طبعا هيرسان بقى اولادهم نسيبه بعدين مع بعض شوية براعيتهم تنساش تبقى التربس الباب كويس ايه طبع عليكم ايه سلام عليكم ابروك يا حبيبي او خلاص وصلت الاخر الخط اه والله يا نفسي سدى وتأمن بالله لا اله الا الله على قد ما انا فرحا ليكم على قد ما انا صعبا على انك تسدني والله طب ما بقى انت لا يا انت مش عايز اي خبرة ربنا يا خليف مبروك يا عروسى الله يبارك في حضرتك يومك بوسي انا مش حوصيك عليك عشان انا متكركت مني انا حوصي هو عليك سلدي بالك منها مبروك يا عريس سلام عليكم مع السلام مبروك مرسي انا اسف كنا المفروض نتجاوس في ظروفة احسن من كده هي ظروفة انا مزروفة كنت انا بس خايف ممتك تفتكر ان انا نقودك عليها مش عاوزين نخاف من حاجة كفالة من اللي فاتخوفنا كتير طبعا كان نفسك ففرح وطرحة وزافة كبيرة لحضرها كل اصحابك وشور كتير وفيديو كنا نفراج لأولادنا لما يكبروا انا كنت بحلم بك انت بكرا الظروف يتحسن ونعم الفرحة اللي كنا بنحلم بك طبعا بس عوزك تعرف حكم عن ارد ان اصعد واحدة في الدنيا ان اصعد واحد في الدنيا سيحة لو كنت تسمع كلامي ويجروزمة بتوعي البدل الشقة النفروشة خليني كده ما راحتي دي من النعينة ديكت 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 ياراجي أمتلك يا إلهي سار التميني حضرتك المستشفى عملتي اللازم حبيبتي يا بنتي هو إلي حسن عرفت أن عيسى ورونيا تجوزوا وقعت وغم عليها في الشغل كلمت المستشفى على طول بعثونا عربية إسعيف ضغطها كان علي قوي بس أنا ما ستهاش حبيبتي يا بنتي طيب أنت ما هتعرفش هي تطلع أنت؟ مش عارفة هو ضغطها نزل شوية بس المفروض تفضل هنا لحدة ما نتأكد أن هي بقى كويسة وليلي بقى يا ستة ليه طلبت أن أقضي العنيمونة وانتش فاكرك هتعرف لوحدك؟ يمكن مثلا علشان طلبت أن تتجاوزك هنا برافة لا تتشغل عقلك أبا يا ستة بدل ما يصدي من الركنة ناص لطول الوقت اللي فدك وانت بفكر بقلبي بس بجد يا عيسى تتجاوز تاني بقى لك شوية قلبي كتير أحبت عقل الزواج يريد طيب عدى بقى تسعة شهور عشان أجب لك عيسى زغانة نقد كده تلعب بي كنتش عارف أنك مستعجلة كده أنك تبي قوم هكون قومة منا كده تخيل حتة وقت مفروض قد كده أخد جزء مني ومنك بس أنا نفسي في بنتي مش فالد شمعنا بقى عشان لما تنشغل عني تفضل هي معي أمم، وتحبها أكتر مني انت هتغيري من دلوقتي يا با آي مين بابا برد، هل براحتك على باب مواصي على المقات ماشا هلو طبعا يا سيدي مش عهز نفسك أنت في العين السخنة ولا سائل فيها عايزي يا منص لأ أول حاجة و أنا عاوز منك إيه أنا بس كنت بطمن عليك أشوفك بيط وشنا ولا عطلت بعد أول محطة سيدة أنا كنت عارف أنك بتكلمنا عشان تقول لي كده خلاص يا سيدي سحبناها المهم تكونوا مرسطين واللي حصل ده ما أسرش عليكم هو إيه اللي حصل؟ هو إنت معرفتش؟ طب خلاص ولا كأي لك سمعت الحاجة إخلاص يا منصور إيه اللي حصل؟ عمل إيه فلسان الجزمة ده بس أصلاً صارها سيدة في المستشفى وحالتها خطيرة قوي من ساعة ما عارفت إنك اتجوزت بس بقولك إيه؟ ولا كأي لقلت حاجة مش عارفة زي دصورت إنك ممكن تقول لي واحدة قليل أنت مكسوفة قولوا في الشركة إنها الجوز الموظف عندها مغنطتش لما مشيت صاحة وبنظافة صعبان عليك؟ ما تحسزنيش أنت أني صعبان عليك بازمت النفس إن أنا مش هقدر أعيش من غيرك علاء جاب المسدس اللي تتلبي أسر مني؟ ما فيش أي حاجة تخليني قتل ماهر أنا مش هسيبك تتزجن ظلم واضح بس إنك محسبتاش كويس قلت تبدي غيرت أه محسب بس مش هسلح الغلطة دي بغلطة تليم أفضلش الكلام الكبير قوي ده أنا هسمني حمزة هسمني حمزة وإنت ليه مش هايست أعترف إنها غلطة فعلا تقدر من دلوقتي تهتم عمارة